ثلاثة أسابيع تبقت على يوم الاقتراع المرشحون يسابقون باستخدام كل الوسائل المتاحة في حملاتهم حتى وإن كان بعضها غير مشروع من استغلال موارد الدولة إلى إطلاق وعود التوظيف تتسع قائمة أخطر المخالفات أما أكثرها شيوعاً فيتمثل في تعليق لافتات على أماكن محظورة كإشارات المرور مزيد من المخالفات المرشحون يكثفون التواجد في المساجد والحسينيات لبث دعايتهم وهي مخالفة صريحة لنظام الحملات الانتخابية المفوضية وفي بيانها الأخير سجلت ست مخالفات فقط وتحدثت عن عقوبات للمرشحين دون الكشف عنها وهنا يؤشر خبراء الانتخابات جزاء أقل بكثير من ضرر المخالفة وبمراجعة نظام الحملات الذي يحمل الرقم 5 فإن العقوبات تقتصر في الغالب على استقطاع كلفة إزالة المخالفات من التأمين المودعي لدى المفوضية وإن زاد حدها فترحل المخالفة إلى محاكم البداء مبلغ التأمين الذي سلمته الأحزاب لا يتجاوز 25 مليون رقم يراه مراقب الانتخابات لا يكفي لردع المخالفين ويخلص مختصون في القانون العراقي إلى أن العقوبات المنصوصة عليها تؤثر في الأحزاب الصغيرة والمستقلين ولا تهز شعرة من خزائن الكبار